مشاهدين رغم التدابير التي يتخذها حزب الله اللبناني لمنع إسرائيل من التسلل وكشف حركة المقاتلين إلا أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة عمليات منذ بدء الحرب على غزة طالت قيادات هامة في الحزب وكان حزب الله قد لجأ مؤخرا حسب تقارير إعلامية إلى استخدام تقنيات قديمة مثل جهاز البيجر الصغير لاستقبال الرسائل القصيرة المشفرة وحظر استخدام الهواتف النقالة كما أكدت مصادرها أن الحزب يستخدم شبكة اتصالات أرضية قديمة جدا إلا أنها تعرضت أيضا إلى اختراق إسرائيلي وبحسب خبراء فإن إسرائيل تعتمد في خرقها لحزب الله على التفوق التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وبصمة الصوت كما يعتبر التسلط الإلكتروني الذي تقوم به إسرائيل لاختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من بين أكثر العمليات تطورا في العالم بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الأمنية وأنظمة الاستشعار عن بعد ومسيارة الاستطلاع كما أشار الخبراء أيضا إلى الدور البشري في عمليات استهداف مقاتل الحزب في إشارة إلى العملاء لمراقبة وتتبع الهدف المرصود هذا الخرق البشري بحسب مصادر مقربة من حزب الله من خلال نازحين سوريين لا يزالون في قرى الجنوب مكلفين بالتصوير والإبلاغ عن أهداف تابعة للحزب وهم يخضعون حاليا للتحقيقات من قبل الوحدة الخاصة بالحزب المسؤولة عن التحقيق مع العملاء ومحاكمتهم وفقا للمصادر ترجمة نانسي قنقر